ريانا القبض على متحايل يوهي مضحاياه بتوسط لهم في عملية هجرة قانونية مقابل 20 ألف دينار الجرمد يتحول لليبيا المشاركة في الاجتماع التشاورية الدوري لوزراء الخارجية العربة المونستير ضبط حافلة محملة بكمية من البضاء عدد الصبغة تجارية المهربة بقيمة جملية قدرت ب120 ألف دينار عند راها مواصلة تعليق الدروسي لحين يشعر آخر وفي الذكرى الستين لمعاهدة الصلح بينهما ألمانيا وفرنسا تتعاهدان بدعم أوكرانيا إلى تفاصيل النشرة حيث أنه إثر تقدم أحد المواطنين لمقر فرقة الشرطة العدلية بيريانا المدينة راغبا في الأعلام عن تعرضه لعملية تحيول من قبل أحد الأشخاص إثر إهامه بتوسط له في عملية هجرة قانونية نحو أحد الدول الأجنبية وتمكنه من تأشيرة سفر نحو البلد المنشود مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار تم إثر ذلك التنصيق مع النيابة العمية ومدهمة مكتب ذي شبها إن وقع القبض على المعني وحجز مجموعة من الوثائق ومطالب هجرة ومبالغ مالية قدرت بـ 19 ألف دينار حسب ما ورد في صفحة الرسمية الإدارة العامة الأمن الوطني وبالتحري مع المضنون فيها بعد مجابهته بالأدلة اعترف بما نصب إليها ليتبين تسلمه لمبالغ مالية هامة في عملية تحيول مماثلة وباستشارة ممثلة النيابة العمية دينا بالاحتفاظ به من أجل التوسط على غير الصيغ القانونية في عملية هجرة والتحيل والأبحاث لا تزال متواصلة وعلى إثر عمل الاستعلماتي من قبل خليط استعلمات فصيل الحراس الديواني بالمونستير تم ليلة البارحة ضبط حافلة في إطار رحلة منظمة قادمة من بيجردن بالطريق سيارة سفاق السوسة على مستوى مدخل ولاية المهدية محملة بكمية كبيرة من الفواكه الجافة ومواد التجميل والملابس الجاهزة والسجائر وذلك وفق ما فاد به مصدر أمني لمراسل حياة فام بالمونستير وأوضح المصدر بذاته أنه تم اقتياد الحافلة لمقر الفرقة بمدينة المونستير وتعداد البضاء أعذت الصبغة التجارية وحجزها حيث بلغت القيمة الجملية للمحجوز 120 ألف دينار وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس صعية تحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج عثمان الجرندي للعاصمة الليبية ترابلوس وذلك لمشاركة في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم الأحد وذلك بدعوة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجل المنقوشة رئيسة الدورة 154 لمجلس الجامعة على المستوى البزارية وسيتناول الاجتماع بالبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية والسبول الكفيلة بمواجهة تداعياته على الدول العربية وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية التونسية وكان عثمان الجرندي قد وجد أو لدى وصوله إلى ترابلوس لقاءا مع ناظراته الليبية استعرض خلاله العلاقات الثنائية الجامعة بين تونس وليبيا ومجالات التعاون الثنائي وأكد على طرورة متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليها من اتفاقات خلال الزيارات واللقاءات السابقة وجهويا قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها وتنظيم النجدة بقاعة التصرف لازمات بفرقة الحماية المدنية بعندراهم اليوم الأحدى الثاني والعشرين من جامع في الجاري موصلة تعليق الدروس بكامل معتمديد عن دراهم إلى حين يشعر آخر وفي العالم تعهد المستشار الألماني أوليف شولتز والرئيس الفرنسي مانويل ماكران اليوم الأحدى الثاني والعشرين من جامع في الجاري بدعم بلادهما أو لأوكرانيا ما دام ذلك ضروريا وبشكل ثابت ضد روسيا وقال المستشار الألماني خلال احتفاله في السربون بالذكرى الستين لتوقيع مهادة المصلحة بين ألمانيا وفرنسا بأنهم سيواصلوا تقديم كل الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا وفق تعبيرها أكد المترش عن دائرة العلاح حاج بالعيون وليل حاجي بأن برنامجه الانتخابي نابع من الدستور وأنه سيعمل على تشغيل الشباب وأضاف بأنه مطالب بأحيال منطقة صناعية بحاجب العيون وأحدث منطقة صناعية بالعلاقة وتمكين الشباب من مشاريع صغرى ومنحهم مساعدات على العمل له وتمكين الأهالي من دفاتر علاج مجانية وأحداث منشآت ثقافية ورياضية في المنطقة الريفية التي تفتقر إلى مثل هذه المشآتة أكثر تفاصيل في التسجيل التالية وليد الحاجي أستاذ مدارس التدعية عمري 42 سنة عندي عشرة إسماء خدمة في المدارس التدعية ناشط مجتمع مثلي مترش عن دائرة العلاح حاج بالعيون بالنسبة لبرنامج الانتخابي برنامج نابع من الدستور من ورد في الدستور في مخص التشغيل خاصة تشغيل الشباب نطالب بأحياء المنطقة الصناعية بحاج بعين اللي هي منذ ألفين واثنين متركزة نطالب بأحياء المنطقة الصناعية بمواطن ديك علاء نطالب بخلق مواطن شغل للشابيع بيعطاهم منح مكنهم من التحرك والبحث عن شغل وتمكينهم من مشاريع صغرة يعني صغرة تمكنهم من دماغ في الحياة الإجتماعية بالنسبة للشابيع نعرفه لمعظمهم موش مخارطين في المنظومة يعني اللي خاصة بالكلام ولا الصناديق الاجتماعية ذلك انتنبونهم يعني تمكينهم من دفاة علاج مجانية هذا على المستوى الاقتصاد يعني أهم النقاط بالنسبة للمستوى الاجتماعي نطالب تفعيل برنامج الاجتماعي اللي نسمى في سنة تفين ساعتاش ربما يعني عنه في حاجاته لكن منزلش أغلب النقاط طبقتش على المستوى الثقافي ليس نشعروا إلى دعم الجانب الثقافي نحن نطالب بتركيز نوادي ريسية نوادي ريسية نوادي ريسية فوق شباب على الجانب الرياضي نطالب بأحداث منشآت رياضية في الأرياض لأننا نقول لهم أن الأرياض تبقى ناقصة من حق شباب الأرياض من حق أبناء الأرياض أنهم يتمتعوا بمنشآت رياضية الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جامب في 2023 نهاية النشر الإخبارية وهذا التذكير بيبرز ما جاء فيها أريانا القبض على متحايل يوهم وضحاياه بتوسط لهم في عمليات هجرة قانونية مقابل 20 ألف دينار عثمان الجرندي يتحول لليبيا للمشاركة في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العربة المونستير ضبط حافظ لمحملة بكميات من البضاعة ذات الصبغة التجارية المهربة عند راهم وصل تعليق دروسي لحين إشعار آخر وفي الذكرى الستين للمعاهدة الصلح بينهم ألمانيا وفرنسا تتعاهدان بدعم أوكرانيا نهاية النشر الإخبارية قدمها لكم نصر دين أحميدا إلى اللقاء موسيقى